قبل أيام قليلة فقط أطلق نداء استغاثة من هذا المركز المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي في محافظة إب لخلوه التام من الأدوية فشل كبير كان يعاني منه المركز الوحيد في هذه المحافظة ولم يكن بمقدور المرضى الاستفادة من خدماته الأسرة فارغة من المرضى رغم تواجدهم بالآلاف خارج المركز والسبب يعود لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية والأهم من هذا وذاك نفاذ كمية مواد ومحاليل الغسيل الكلوي وعدم توفرها في السوق المحلية تداعية نفاذ المواد أدى لتقليص العمل بالمركز من 24 ساعة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع وتخفيض عدد جلسات الغسيل للمرضى المرضى الذين ملوا الشعور بالألم لم يعودوا يخشون الموت فهم لا يعانون من المرض بقدر معاناتهم من العلاج كما يقولون هذا الازدحام يأتي بعد أيام من نداء الاستغاثة وذلك لاستجابة بعض الفاعلية الخير وتبرعهم بالأدوية اللازمة لإعادة افتتاح المركز وتكفل العديد من المرضى شراء أدويتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها بعد أن كان المركز يقدم خدماته المتمثلة بالمعاينة والفحوصات وجلسات الغسيل الكلوي بالمجان في ظل هكذا الظروف يرتفع عدد وفية مرضى الفشل الكلوي خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة في إب ما ينظر بكارثة إنسانية جديدة تضاف لسابقتها في هذه المحافظة ترجمة نانسي قنقر